كالنار في الهاشيم ينتشر فيروس كورونا في الهند في وقت يسعى فيه ذلك البلد الأسيوي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل وضع مقلق من المستقبل مع الوباء وتسجل الهند زيادات قياسية في الإصابات اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 وكذلك الوفيات حيث تنهك موجة ثانية من الجائحة النظام الصحي وتنتشر بسرعة من المدن إلى المناطق الريفية الشاسعة ووفقاً لبيانات وزارة الصحة تجاوز عدد الإصابات بالمرض في الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم 21 مليون بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 230 مليون وبينما تقافح المستشفيات لتوفير أسرة وأقسجين للمرضى قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير إسبوعي إن الهند سجلت قرابة نصف الإصابات وربع الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الإسبوع الماضي ويقول خبراء طبيون إن الأعداد الفعلية قد تكون بين خمسة وعشرة أضعاف الحصيلة الرسمية والعاصمة نيودلهي من ضمن المدن الأكثر نكبة بالجائحة لكن في المناطق الريفية التي يقتنها قرابة 70% من سكان الهند يفرض النقص في مرافق الصحة العامة المزيد من التحديات ويواجه المسؤولون هناك انتقادات واسعة لعدم التحرك على نحو أسرع لكبح جماح الموجة الثانية بعد مشاركة عشرات الآلاف في مؤتمرات سياسية ومهرجنات دينية في الأسابيع الماضية لتصبح هذه التجمعات بؤراً لانتشار سريع للعدوى وتزامنت زيادة الإصابات مع انخفاض كبير في معدل التطعيم ضد المرض بسبب مشكلات في الإمداد والتسليم على الرغم من أن الهند منتج كبير للقاحات